الحمد لله والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمسرين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة القرآن الكريم ثلاثة ولازلنا في حفظ صورة النحل ونحن في آخرها وهذا هو آخر مقطع حفظ صورة النحل من الآية 111 إلى الآية 128 قبل أن ندخل في الدرس نهدف في درسنا أن يحفظ الطالب والطالبة الآيات المقررة من صورة النحل ويرائي فيها أحكام التجويد ويرائي فيها أحكام التجويد هناك عدة ضوابط للحفظ وهي من الطرق الدعاء بأن تسأل الله عز وجل أن يثبت حفظك بأن تسأل الله عز وجل أن يعينك على حفظ القرآن فالإنسان يسأل الله عز وجل دائماً لعانة على هذه العبادة العظيمة وهي حفظ القرآن لأنه كلام الله عز وجل فدائماً يسأل الله عز وجل في سجوده وفي مواطن الإجابة أن يوفقه لحفظ كتابه الكريم الأمر الثاني الحفظ بالكتابة الحفظ بالكتابة وهذه الطريقة من الطرق النافعة لمن صعوب عليه أن يحفظ من خلال السماع أو من خلال التكرار فهذه من الطرق أو ربما يستطيع عن طريق السماع لكنه لا يضبط ضبطاً جيداً فنقول هذه من الطرق المعينة أن تكتب بكراس مستقل هذه الآيات وكذلك ربما حتى الآيات التي صعبت عليك فتكرر كتابتها ومن ثم تقرأها مراراً حتى تضبط حفظك فيها فهذه من الطرق في ضبط الحفظ هناك عدة تنبيهات لتلاوة صحيحة تنبيه الأول المتابعة في المصحف فلابد أن تفتح مصحفك في أثناء قراتنا لهذا المقطع وهو مقطع حفظ صورة النحل من الآية 111 حتى آية 128 إلى آخرها التركيز على كيفية النطق الصحيح للآية والكريمة فتنظر إلى أستاذك كيف ينطق الحرف ويخرجه الحرف من مخرجه الصحيح كذلك القراءة بتأني عند التطبيق وعدم الاستعجال لأن بالاستعجال دائماً يقع الخطأ والزلل الأمر الأخير وهو الانتباه إلى علامات المصحف وأحكام التجويد التي درستها فإن هذا الأمر مما يعين على ضبط حفظك سنقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم يوم تأتي يوم تأتي فلاحظ معي عندما تقرأ هذه الآية لابد أن تشبع هذه الكلمة ياء فهي حرفها الياء وإذا كنت ستقف تقول يوم تأتي هكذا أما إذا كنت ستصل تقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها هكذا تقرأها ما عملت من الأشياء هذه من المتشابه من الأمور المعينة لضبطك فيما عملت ستجد في آيات أخرى ما كسبت من الأشياء التي تعينك على ضبطك لهذه الكلمة أن تعلم أن اسم الصورة النحل فناسب أن النحل هم يعملون فلذلك تتذكر أن ما عملت هي في صورة النحل في صورة النحل فهذه من ضبط المتشابه أيضا من الأشياء التي ستجدها أيضا من المتشابه في القرآن وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به ستجد هناك تقديم وتأخير في صورة البقرة وغيرها من الصور فتضع لك ضابط في ضبطك لهذه الآية تضع ضابط لك في ضبط هذه الآية وتقدم الحديث عن موضوع وضرب الله مثلا قرية ذكرنا أن في صورة النحل ضرب الله مثلا أبدا مملوكا في وسط الصورة وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم وهذه هي الثالثة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فتضبط هذه الآيات الثلاث وتعلم أن وضرب الله مثلا قرية هي في آخر في آخر الصورة نقرأ الآية أو الآية المقطع الذي يليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ فتقرأها هكذا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هكذا تقرأها لاحظ معي متاع قليل ولهم عذاب عليم في آخر سورة إعادة عمران متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد طبعا من الطرق المعينة في ضبط المتشابه أن تفهم سياق الآية فإذا عرفت ما معنى هذه الآية استطعت أن تنظر وتعلم أن متاع قليل ولهم عذاب أليم هو الذي يتناسب مع الآية التي قبلها بينما هناك متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد كان الخطاب للكفار فأن تنظر إلى سياق الآية فتستطيع أن تضبط حفظك عن طريق ذلك المقطع الذي يليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ستلاحظ ولم يكو من المشركين والمقطع الذي يليه ستجد أنه ولا تكو في ضيق مما يمكرون ولم يكو من المشركين بدون النون تذكر ذلك أيضا إنما جعل إنما جعل لاحظ معي الجيم مضمومة والعين مكسورة واللام مفتوحة فتقرأها كذا إنما جعل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه هكذا تقرأها أيضا هذه الآية الأولى ستجد في هذا المقطع ستجد لها متشابه فيه من أواخر صورة النحل قبل هذه الآية فتضبط المتشابه فيها تضبط المتشابه بينهما وذكرنا في الدروس الماضية من طرق الضبط للمواضع الأخرى أن تفتح المصعف على الموضعين فتقارن بينهما فتظل لك ظابط في هذا الأمر نقرأ المقطع الذي يليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ذكرنا قبل قليل ضبطك لموضع ولا تكو في ضيق مما يمكرون فلا تزيد النون في ذلك وإنما تقرأه هكذا ولا تكو في ضيق مما يمكرون نعيد قراءة المقاطع مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أبنائي وبنات الطلاب استمع للمقطع المقرر لهذا اليوم من قارئ متقن مجود وراجع حفظك وكرر المحفوظك في هذا المقطع لكي تضبطه ضبطا جيدا نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين